صباح الفل عليكم شباب وشابات سنوية عامة معاكم ترينر جورج وصبحي مؤسس كورسات perfect english لكورسات اللغة الانجليزية صباح الجمال عليكم يا اجمل شباب بالدنيا اتمنى تكونوا بخير معاكم ترينر جورج وصبحي مؤسس كورسات perfect english لكورسات اللغة الانجليزية نهارده ان شاء الله هنشتغل مع بعض محاضرة رقم 23 من كورس ال reading comprehension كوبات الشاي جميلة كشكول بتاعك اللي هتكتف فيه شوية النوتس بتاعتك ويالله بينا نبتلك reading comprehension 23 read the following passage and then answer the questions what sort of food we are likely to be eating in the year 2030 sort هنا معناها kind يعني ايه نوع الاكل اللي هنكون بناكله او من المحتمل ان احنا نكون بناكله سنة 2030 most people معظم الناس when you ask them a question like that لما تسألهم سؤال زي ده either say يا اما بيقولوا there won't be any left مش هيكون فيه اساسا اكل متبقي يعني or whatever it is زي ما يكون يعني there won't be much taste in it مش هيكون طعم حلو يعني مش هيكون tasty of course there are good reasons بالتأكيد فيه اسباب يعني كافية يعني for being pessimistic pessimistic عكس optimistic 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 معناها متفائل يعني دي حاجة ايجابية pessimistic معناها متشائم حاجة سلبية تمام about the world's food supplies in the future يعني اكيد عندهم اسباب تخليهم متشائمين بخصوص الفود سبلايز اللي هي امدادات الطعام اللي موجودة في العالم في المستقبل تمام يلا بينا البراجراف الوراء never the less زيها زي however or on the other hand رغما عن ذلك يعني not all experts ليس كل الخبراء share the general despondency يعني ما بيتشاركوش في حالة اليأس العام ده for one thing لسبب although the world's population بالرغم من ان عدد سكان العالم is rising fast بيزيد بسرعة food production انتاج الطعام is keeping pace يعني بيواكب ماشي بنفس السرعة الناس بتزيد وانتاج الطعام بيزيد visit even in developing countries حتى في الدول النامية يعني احنا عندنا نوعين من الدول developed countries اللي هي الدول المتقدمة وdeveloping countries يعني الدول اللي في عملية التنمية اللي هي الدول النامية it's therefore ولذلك argued that يتم الجدال عليه يعني the main reason السبب الرئيسي why people are hungry ليه الناس جعنين is not that there is a food shortage مش عشان فيه نقص في امدادات الطعام but that methods of cultivation طرق الزراعة cultivation يعني agriculture يعني are not sufficiently advanced يعني لا يتم تطوير طرق الزراعة بشكل كافي in some areas في بعض الاماكن and the food is not fairly distributed يعني لا يتم التوزيع الطعام بشكل عادل to all those that needed يعني ممكن دولة يكون عندها اكل كتير جدا بس مش بتوزعه بشكل كافي او بتخليل نفسها وتسيب الدول اللي حواليها جعانا ده المقصود يعني ايه not fairly distributed يعني الموارد موجودة ولكن لا يتم التوزيعها بشكل عادل تمام؟ يلا بينا على البراجراف الوراء moreover يعني ايضا كاني بقول and in most industrialized countries يعني في معظم الدول الصناعية one important cause of trouble يعني سبب رئيسي للمشاكل يعني is our conservative preference for meat يعني الناس تحب تأكل لحمة يعني conservative preference تفضلنا المحافظ يعني من زمان يعني احنا ورسنا الموضوع ده ان احنا بناكل اللحوم بشكل كبير after all عموما يعني we are already in a situation احنا في موقف where we feed animals with grain to produce high quality beef يعني انا باخد البقرة مثلا او الجاموسة بأكلها grain اللي هو المخاصيل اللي بني انا بياكلها ليه؟ عشان انتج beef اللي هو اللحم بتاع البقر مثلا high quality بجودة عالية even though زيها زي although يعني بالرغم من the grain would feed the human population يعني انا لو خدت المحصول الجرين ده بقى زي الدورة زي القمح زي اي حاجة يعني واكلتها للبني ادم يبقى انا مش هيكون عندي مشكلة في قصة ان الاكل بتاع البني ادم بياكله الحيوان تمام كده؟ فاهمين المشكلة اللي بتتناقش هنا؟ يلا بينا ع البراجراف اللي وراه by the time يعني قبل كياني بقول before our grandchildren have grown up يعني قبل اطفالنا اللي هما احفادنا يعني grandchildren ما يكونوا كبروا it seems likely يبدو كده that many of these problems ان العديد من هذه المشاكل will have been resolved يعني سيكون تم حل الكتير من المشاكل دي قبل ما احفادنا يكونوا كبروا scientists are already capable of constructing يعني العلماء قادرين على constructing stacks ان هما يعملوا بناء يعني للستاك اللي هو اللحب البقرة او الجموسة الاستاك يعني from vegetable ingredients من مكونات زراعية او خضروات يعني زي ايه؟ زي الصويا beans اللي هو الفول الصويا however skeptical we may be about their claim يعني نكون متحفظين يعني او متشككين في الادعاء بتاعهم ده that they can produce the substance taste and color of meat by these means يعني اه ممكن تعملي مثلا برجر بالفول الصويا ولكن بقى هل البرجر بتاع الفول الصويا بقى هيبقى نفس الطعم واللون والريحة بتاعة اللحمة ده اللي هم عايزين يقولوه يعني the fact is that the most common complaint about such sticks ان اكتر شكوى يعني بتتوجه للنوع بتاع الاستاك اللي معمول من الصويا beans ده is that we will no doubt have discovered a way of including artificial bones skin and fat ان احنا will no doubt have discovered يعني هنكون اكتشفنا يعني طريقة ان احنا ندخل artificial bones يعني ندخل عظام artificial صناعية يعني skin اللي هو الجلد الصناعي والفات والدهون الصناعية يعني هو عايز يقول ان اه احنا عملنا soya beans ده انما كمان نضيف عليه العظم والskin والفات اللي هو ايه artificial تمام؟ يلا بينا عال questions choose the correct answer from A B C or D اختر الاجابة الصحيحة there won't be food shortage مش هيكون في نقص في امدادات الطعام يعني in the future في المستقبل امتى if the food is ايه لو الاكل ايه fairly distributed يعني تم توزيعه بشكل عادل مظبوط unfairly distributed يعني لا يتم توزيعه بشكل عادل يكون في ظلم طبعا لا if the food of high quality يعني لو الاكل جودته عالية جودة الاكل ملوش علاقة بالكمية فبرده لا of low quality كميته او الجودة بتاعته قليلة برضه لا يبقى الاجابة الصحيحة هي ايه لو كان fairly distributed يعني تم توزيعه بشكل عادل يلا بيناع الquestion الوراء question number two the main idea of the passage الفكرة الرئيسية للقطع is a the advantages of eating soya beans يعني مميزات اكل الفول الصوية القطع ما قالتش كده the causes of food shortage and its solutions يعني اسباب نقص الطعام والحلول مظبوط the distribution of food توزيع الاكل لا population increasing all over the world عدد السكان بيزيد في كل العالم برضه لا انا لما اتكلم على المين ايديا يبقى عايز الفكرة الرئيسية اسباب الشورتج او الفود شورتج اللي هو نقص الطعام والحلول اللي العلماء بيقدموه تمام؟ يلا بينا عال الوضع الوضع question number 3 the problem of food can be sold يعني يمكن حل مشكلة الاكل دي افوي ايه لو احنا ايه؟ استخدمنا النت والوسائل الاعلام طبعا لا لا use advanced methods of cultivation يعني نستخدم وسائل زراعة حديثة طبعا use more water from the sea نستخدم مية اكتر من البحر لا purify the river water ننقي مية النهر برضه لا تمام؟ يلا بينا عال الوضع 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 question number 4 we feed animals on grain يعني بنأكل الحيوانات المحاصيل دي to reduce عشان ننتج ايه؟ high quantity خلي بالكم quantity غير quality quantity يعني كمية high quantity beef طبعا لا خلي بالكم quality انا بتكلم في الجودة quantity يعني الكم طبعا دي لا fat and food supplies يعني الدهون and supplies بتاعت الاكل برضه لا skin and vegetables جلد وخضروات لا high quality مظبوط high quality beef يعني لحم بجودة علي تمام؟ يلا بينا عال الوضع 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 question number 5 which sentence of the following can be best to summarize the last paragraph انهي في الاختيارات دي تعمل summary لاخر باريجراف قبل ما نبص على الاختيارات نروح نقرأ اخر باريجراف يلا بينا يعني مش هيكون فيها الارتفيشل skins ولا bone ولا fat يلا بينا نشوف بقى انهي واحدة في الاربع اختيارات اقرب واحدة في دول which sentence of the following campus to summarize the last paragraph soya beans can change as a taste of meat يعني الفول الصويا يغير طعم اللحمة طبعا لا soya beans stick and food ingredients المكونات بتاعت الصويا بين والستيك طبعا لا beans fats and skin الفول والدهون والدهب برضو لا soya beans as a replacement of meat يعني الصويا beans اللي هو الفول الصويا كبديل للحمة تمام؟ يلا بيناعي القواسشن اللي وراه question number 6 according to the passage يعني طبقا للقطع using vegetable ingredients استخدام المكونات النباتية يعني اللي جاية من الخضروات is one of the methods to overcome the shortage of A عشان نتغلب على النقص بتاع ايه shortage of protein ولا fats ولا vitamins ولا كالسيوم احنا بنتكلم على البيف البيف ده عباره عن ايه؟ عن بروتين يبقى نقص البروتين اللي هو جاي من اللحوم هنتغلب عليه عن طريق الايه؟ السويا beans او الحاجات اللي جاية من vegetable ingredients تمام؟ يلا بيناعي القواسشن الوراة question number 7 according to the passage يعني تبقى للقطعة دي food production انتاج الغذاء is growing a the population يعني هو ماشي ايه؟ مع عدد السكان as slow as يعني ببطء زي نمو السكان طبعا لا as fast as مظبوط لانه هو قالك keep pace يعني يواكب يعني الناس بتزيد والمساحات او الاكل الكميات بتاعته بتزيد فيبقى as fast as faster than لا و slower than لا تمام؟ يلا بيناعي الاخر question according to the passage طبقا للقطعة our diet may be a ممكن يكون a in the future هل هيكون the same may be the same يعني هيكون هو هو may be difficult هيكون صعب may be different احتمال يكون مختلف may be traditional احتمال يكون تقليدي طبعا ال diet اللي هو النظام الغذائي في المستقبل احتمال يكون مختلف يبقى different تمام يا شباب؟ وبكده يا شباب نكون خلصنا محاضرة الرقم 23 من course reading comprehension لو حضرتك مهتم انك تحصل على باقي المحاضرات سبقى في فرق reading comprehension او في باقي الفروع تقدر تتواصل مع السكرتاريا واتساب على الرقم ده لحجز مكانك والحصول على ال bdf في باقي الفيديوهات اشوفكم في المحاضرة اللي جاية على كل خير ان شاء الله ربنا يكون معكم اتمنى يا شباب يكون الفيديو عجبكم لو عجبك الفيديو اعمل subscribe ولايك للفيديو وما تنسى اشتفاع على الجرس علشان اييلك notification بالفيديوهات اللي جاية اللي هتنزل بشكل دوري ان شاء الله اشوفكم بالفيديو الجاي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة